من جنة كرة القدم إلى الدور الإنجليزي أقوى دوري في العالم وسنسلط الضوء في هذه الحلقة على نادي مونشستر يونيتد وبدايته الصعبة والسيئة والمظهر القبيح الذي ظهر به النادي بقيادة مدربة تينهاك الذي تذوق خسرة مذلة أمام ضيفه برايتون بثلاثية مقابل هدف واحد برايتون بقيادة ديزير بي سنتحدث عنه أيضا بعد قليل أمين ولكن بعد أن نسلط الضوء على نادي مونشستر يونيتد ماذا يحدث لهذا الفريق العريق لهذا الفريق العملاق أمين لأول مرة في التاريخ مونشستر يونيتد يخسر ثلث مباريات من أصل خمسة لعب خمس مباريات تخسر ثلاثة وفاز بمبارتين في بداية الموسم نعم نتائج كارثية حتى الأداء كارثي لمنشستر يونيتد حين تشاهد منشستر يونيتد خصوصا في هذا الموسم تشعر وكأن اللاعبين يلعبون بدون أي حافز بدون أي روح لا توجد أي قتالية من أجل هذا القمس التاريخي هذا ما دفع وسائل الإعلام الإنجليزية وقدماء لعبي منشستر يونيتد في صورة غاري نوفيل إلى مهاجمة عائلة الجليزرس الأمريكان ملاك النادي وتحميلهم الجزء الأكبر من مسؤولية ما وصل إليه فريق منشستر يونيتد وأنا أوافقهم الرأي لأن اللاعبون في كل موسم تقريبا يأتي لاعبون جدد ويرحل لاعبون قداما ولا شيء تغير في فريق منشستر يونيتد في الموسم الماضي بعد قدوم إيريك تينهاك تحسنت الأمور بعض الشيء ولكن مشاكله مع اللاعبين مشكلته مع رونالدو مثلا سرعان صنعت بعض الشروخ داخل أروقة الفريق بعدها ساءت نتائج الفريق في المنتصب إلى غاية النهاية لم تكن نهاية منشستر يونيتد في الموسم الماضي النهاية التي كان يتوقعها أنصار الفريق هذا الموسم أيضا نتائج كارثية الأداء كارثي معنوية اللاعبين في الحظير هذا مشكلة جديدة بين إيريك تينهاك وسانتشو حسب غارينوفيل يقول أن إدارة الفريق الأمريكي جعلت نادي منشستر يونيتد مجرد نادي وضيع حتى اللاعبون الذين يحملون قميص الفريق أصبحوا لا يحترمون هذا الفريق وأصبحت هناك حالة تسيب تصريح خطير من غارينوفيل الذي طالب هذه العائلة بضرورة الذهاب بيع الفريق والذهاب إلى مشاريع أخرى حسين نادي منشستر يونيتد صرف في هذا الصيف أكثر من 200 مليون يورو على التعاقدات وكان مستعدا لأن يصرف أكثر من أجل موسم جميل من أجل موسم مقنع حتى يعود بقوة إلى الساحة الأوروبية ولكن الحصيلة كارثية ثلث خسائر من أصل خمس مباريات الدفاع تلقى عشر أهداف كاملة انتقادة ثلاثة الآن توجه أيضا لمدافعي اليونيتد أين هو الخلل بالضبط على هو في المدرب في الدفاع في الإدارة في اللاعبين أين هو مكمن الخلل وكيف يمكن وعالجته على حسب رأيي محمد شفت طريقة لعب فريق مشيستر يونيتد الطريقة اللي يدخل بيها الأربعة أربعة أثنين وين لعب بلوزونج محمد لعب رقم ستة لهو كازيميرو لعب إيريكسون وماكتوميني وفيرلونداز محمد الأربعة أربعة أثنين صعب أن اللاعبين يكونوا عند حسن ضن أي مدرب لازم العامل عليها هذه الخطة نشوف بالليل أنه فريق مشيستر يونيتد مشي الخطة تاعه هذه أربعة أربعة أثنين محمد ولا مرة شفت مشيستر يونيتد كده حسين البيت يحترق وانت تقول لي المشكل في الخطة أربعة أثنين أو أربعة أثلاثة أثلاثة لا تكذب أنه مشكل يونيتد في خطة موشيستر يونيتد موال في لعب الأربعة أثنين ثلاثة واحد موال في لعب الأربعة أثلاثة ثلاثة واحد أن هذه الخطة هي سبب هذه الكوارث والمشاكل لا محمد هذا مدرب قدم نتائج إيجابية في وقت ما لما كان كريستيان ورونالد ومحمد هنا تكلمنا عليه أنه أخطأ لا أعرف شي يتعامل مع هذه الحادثة يعني حسرت كل مشاكل يونيتد في الخطة خطة محمد في هذه المباراة يعني لو تتعدل خطة اللعب يعود كل شيء رائع في موشيستر يونيتد طبيعة الحال محمد لو تدير خطة مناسبة بالنسبة للاعبين كبار على غيران راشفور وبرينو فيرونداز وكازيميرو هذو لعبين محمد من العيار تاقيل لو ترح تشوف في المتخبات تركتشف أنه موشيستر يونيتد عنده لعبين كبار من العيار تاقيل عنده كازيميرو محمد من بين أحسن رقم ستة في العالم برينو فيرونداز من بين أحسن لاعب رقم عشر للعب وراء المهاجمين وهو متعدد مناصب راشفور من بين أحسن المهاجمين محمد ما لازمش يكونوا عندك يعني 11 اللاعب كلهم محمد ديغو مارادونا كاين لاعبين محمد كاين في بعض المناصب لازم يكونوا لاعبين عندهم خبرة يكون عندهم يعني بروفيل تعلعب يعني اللي يدفعوا بالفريق نحو الأمام شوفنا كازيميرو نزيد عدد لتشكيلة مانشستر يونيت باش نشوف هؤلاء اللاعبين الكبار ماك توميني محمد عندهم ماك توميني لاعب عظيم ليس عظيم لكن اللاعب ممتاز في أس الميدان عندهم مدى هنا نشوف تشكيله فيها ريجيلون فيها مارتيناز فيها لينديلوف فيها دالوت هنا نشوف فيهم هننشوف فيهم لاعبين متواضعين جدا وأسماء غير رنانة أسماء غير وازنة لا تستحق حمل خميس نادي مانشستر يونيت انتقلت لكازيميرو لاعب عظيم وراشفورد أيضا لاعب عظيم وبرينو فيرنونداز وفيرنونداز هذو كلهم محمد يلعبوا في فرق ووطانية في إيركسن في مك توميني أنا شوف بأنه التشكيلة متواضعة ميدو لا يوجد نجوم كثر في اليونيتد أما ما عادا كازيميرو اللي تراجع مستوى هذا الموسم وبرينو فيرنونداز أكثر لاعب رقدا في الدور الإنجليزي وهو رقم عشرة يعني ما يشمهمتوا أنه يركض كثير لكن يبقى يركض بقية اللعبين تحب أونانا جال الموشيستر يونيتد كان عندهم ديخية الموسم الماضي أعتقد بأنه أدى موسم رائع لكن تم تسريحه من الفائقة وعدم تجديد عقده أعتقد بأنه كان خطأ لأنه أونانا لحد الآن مع عدم مباراة الأولامة وفير هامبتون في ملعب الأولترافورد لم يستطع تقديم أي شيء إضافي لمنشيستر يونيتد الأظهيرة لما تشوف لوكشو ريقيلون ريقيلون حتى في توتنهام ما قدرش يفرض نفسه كتير لوكشو ما هوش ظاهر أيصر عالمي الجال يومنا وان بيساكا رفقة ضالوت محور الدفاع تصور في هاري ماغويرلين دولوف رفقة أيضا ميشا مارتيناز الأرجنتيني الموسم الماضي أفضل قاطع كورات هوائية رغم أنه قسر القامة فاران بمستوى المتدب دي بواسط الميدان أحكيك على الأسف أحكيك بلي تيتيودر بلي دبلو بليلون بلاسون تهوهم شوفوا وسط الميدان اليوم كازيميرو تراجع مستوى موش كازيميرو الموسم الماضي بيراس لما يبع لكل أعب أعرف بلي حفا خلاصوه يعني بقاش فايد انتهت أيامو انه كان في فريال مادريد صحيح الموسم الماضي سجل انتلاقى رائع كازيميرو بعدها بدأ مستوى في الانحيدار شكله شكل مانشستر يونايتد عندهم سكوت مكتوميناي منذ سنوات في مانشستر يونايتد مش فيتلوش لعب موسم كامل كأساسي حتى في أسوأ فترات مانشستر يونايتد استقدموا ميسون موت اليوم موصاب جاء من تشلسي نخفض مستوى في تشلسي جاء مانشستر يونايتد برونو فرنونداز اين هو مشكل ميدو في اعتقادك تاكموش المشكل الأبرز اعتقد بأنه اليوم صدامة تنهاك مع اللاعبين أعتقد بأنهم دخلوا في حالة تسيب في نادي مانشستر يونايتد هذا ما تحدث عنه قاله غاري نيفيل اليوم صداماته مع اللاعبين ما يشمل عدم صدامه مع صانتشو صانتشو لما يتحدث أكثر من مئات مليون يورو وكأنك تتحدث مع كريستيانو رونالدو صانتشو هو تاريخه متوقف أنه أدى موسمين في المستوى في بوريسيا دورثموند لما مليجة المانشستر يونايتد لم نشاهد جيدا صانتشو يقدم مباراية كبيرة لحد الآن ربما بعدها ممكن يكون شيء تغير قط القدم تتقلب والحال لا يدوم على حاله لما تشوف أيضا في خط الهجوم اليوم عندهم راشفورد الموسم الماضي كان ممتاز هذا الموسم بدأت موسم كاريتية بالنسبة لماركوس راشفورد لذلك نجد تنهاج في كل مرة يجرب يغير من نوع التشكيل يغير من نوع الخطة بحثا عن الحلول سيواجه باير مونيخة الآن خسار أمام أرسنال خسار أمام برايتون سيلاعب أمام باير مينيخ سيلاعب أمام برايتون أعتقد أنه المشاكل في مونشستر يونايتد حتى تنهاج صراح قالهم لما جيت المسؤولين على الفارق قالوا لي أول شيء يجب عليك إيقافه هو حالة تسيب الموجودة في الفارق نعم العيب أنه نحكيه هل سيسموت تنهاج؟ سؤال جماعي إذا كان عنده دعم الإدارة يسموت هل سيسموت تنهاج؟ نعم أو لا من الصعب محمد لما تكلمت لك على طاكتيك الفارق الطاكتيك هو المدرب هو الأولى بالطاكتيك محمد لأنه لو لا توظيفك الجيد لللاعبين لا رمشة حين يكون عندك نسائج سيسموت أم لا؟ لا يسموت محمد لن يسموت هذا الطريق أمين أنا أتوقع أنه تبقى في جعباتي في الدولة الإنجليزية بضع جولات وفقط لن يسموت ميدو سيسموت سيسموت إذن ميدو يعتقد بأنه تنهاج سيسمد وهذا سيكمل الموسم مع مونشستر بين ميرا بن شابير وحسين مترف من الصعب جدا أنه سيسموت إلى نهاية الموسم أنا أفكر من الصعب محمد اسمح لي أمين هو عنده محمد محمد كلاعبين عنده لاعبين لو تكون عنده خطة منتهجة على حساب اللاعبين لأن أي مدرب محمد عنده فلسفة تاعه الفلسفة هذه لو يستعملها جيدا مع لاعبين هذه لأن هذا اللاعبين محمد يعرفوا يلعبوا كورة ليس اللاعبين اللي يمتازوا إلا بالقوة البدنية كازيميرو اللاعب لي يعرف يلعب كورة قادم برينو فرنونداز راشفور لازم محمد توظفهم في خطة لتكون تناسب هذه اللاعبين نعم أنا حين أتوقع خروجه بعد بضعة جولات محمد ليس شكا في قدراته ولكن الحالة السيئة فشله في السيطرة على اللاعبين فشله في إعادة الفريق إلى السكة توالي المباراة القوية على إيريك تنهاج قلنا أنه خسر أمام أرسنال بثلاثية كاملة خسر أمام برايتون بالآداء والنتجة بثلاثية كاملة أخرى وأمام توطنها بثنائية شاهد كمية الأهداف التي تلقها الفريق في ثلث ثلاث مباراة فقط ثم أهداف كاملة ثم سيلعب أمام باين ميونيخ لسوء حظه في مباراة رابط أبطال أوروبا بعد يوم أو يومين لذلك من الصعب جدا أن يواصل إيريك تنهاج أنا أتوقع أنه بعد بضع جولات ربما جولتين ثلاث جولات أربع جولات أو خمس جولات سيغادر الفريق